اشتركوا في القناة استاذ أحلام العمري الاستاذ عدل المنزي والاستاذ سالم الضيب محاور نقاشنا لليوم رح تتمحور حول أهمية ووظيفة غرف العزل سالبة الضغط وكيف تلعب دور حاسم في السيطرة على الانتشار من الأمراض المعدية خاصة المنقولة عبر الهواء داخل المستشفيات وكيف يتم حساب العدد المطلوب من غرف العزل الهوائي بكل منشأة صحية وأكيد يسعدنا فتح باب الحوار معاكم واستقبال استفساراتكم اللي نحاول نجاوب عليها بشكل كافي وشامل بالاستعانة بآراء وإجابات ضيوفنا فحياكم الله ضيوفنا ومستمعينا من منسوبين وكافحة العدوى وأيضا المهتمين بهذا المجال من غير المختصين في البداية رح نبدأ مساحتنا مع أولى ضيوفنا الغنية عن التعريف أحد أعلام الإدارة العامة أستاذ أحلام العمري مدير إدارة البرامج مساء الخير أستاذ أحلام نرحب فيكي واسمحي لنا أنه أول سؤال يكون من نصيبك لكن قبل ما ندخل أكثر في التفاصيلة والتحديثات حابين نعرف في البداية إيش هي غرف العزل سالبة الضغط وإيش وظيفتها يا هلا دكتورة يا مساء الورد في البداية أحب أشكرك على استضافتنا أنا وزملائي فريق إدارة البرامج أو فريق إدارة العامة مكافحة عدوى مشات الصحية في المساحة وحقيقة أشكر مستمعينا أيضا من حضور اللي سواء كانوا ممارسين مكافحة عدوى أو المهتمين بالمجال طيب دكتورة أشكرك على السؤال في البداية كثير صراحة دائما نسمع أنه الناس تعمم غرف العزل تحسب أنه العزل واحد وإحنا عندنا العزل الأنواع صراحة العزل هو ثلاثة أنواع في عندنا عزل الأمراض المعدية تنتقل عن طريق التلامس وعندنا عزل الأمراض المعدية تنتقل عن طريق الرذاذ والنوع اللي رح نتكلم عليه اليوم إن شاء الله باستفادة هو النوع الخاص بأعزل بالمرضى اللي عندهم أمراض المعدية تنتقل عن طريق الهواء وعلى وجه الخصوص ينسأتيني حين حاليا غرف العزل السابتة الضقط اللي هي النوع من الغرف اللي تكون مصممة بشكل خاص في المستشفى لا تشعر نستضيف فيها ونعزل فيها المرضى المصابين بمراض معدية تنتقل عن طريق الهواء طبعاً دكتورة هذه الغرف يتم إنشاءها بضغط هوائي دائماً يكون منخفض وسالب الضغط بحيث أنه نمنع تسرب الهواء وخاصة الهواء اللي يكون حامل المايكروب اللي يسبب العدوى جميع المرضى اللي يكون في غرف مجاور أو داخل المشأة صحية وجميع البيئة الخاصة بمشأة صحية وهم شي طبعاً ممارسين صحي يعطيك العافية أستاذ أحلام وفعلاً مثل هذه الغرف وجودها مهم وتعتبر عنصر أساسي لتطبيق إجراءات العزل الهوائي ويبدو إنه جواب أستاذ أحلام في السؤال الأول وجهنا لسؤال آخر مهم خاصة إننا نتشرف اليوم بتواجد زملائنا من المهتمين بمجال مكافحة العدوى غير المختصين اللي يمكن بودهم يتعرفوا أكثر على المجال ومع ضيفنا الثاني أستاذ سالم الضيب أحد الجنود بإدارة البرامج ويمكن إبداعه خلف كل تقرير ويمكن هو أفضل من جاوبنا على هذا السؤال وخلينا نستغل الفرصة بتواجده اليوم وتشريفه للمساحة فحياكم الله أستاذ سالم بدنا نعرف منك أكثر إشي الأمراض اللي تتطلب غرف عزل هوائي سالب ضغط يا أهلا والله يا دكتورة في البداية أمسي عليك وعلى المستمعين بكل خير إن شاء الله مثل ما يعرف الجميع أو مثل ما قالت أختي أحلام إن العزل هو ثلاثة أنواع وهو رذاذي وهوائي وتلامسي وحنا خصصنا أو تخصص غرف العزل سالبت الضغط لعزل الأمراض التنفسية واللي هي تنتقل عن طريق الهواء مثل الدران الرأوي الحصبة والحصبة الجدري أيضا من الممكن أيضا عزل بعض الحالات من نوع العزل الرذاذي وهذا بسبب بعض الإجراءات الطبية الخاصة وهي المثيرة للهباء مثل جهاز التنفس الصناعي هذه الأمراض بالغالب تكون مثل كوفيد-19 أو ميركسكو أتمنى أني جاوبتك على هذا السؤال شكرا ليك أستاذ سالم جوابك الوافي ويمكن دائما ما يتم استخدام مثل هذا النوع من الغرف المرضى يمكن مو بحاجة لهذه الغرفة لكن واجبنا أن ندرك هذا الأمر إذا قمنا بتقييم الوضع والاحتياج واللي لا بد أيضا أن ننوه عنه في هذه المساحة أن هذه الغرف قد تحتاج إلى صيانة مستمرة ولا بد نتأكد من عملها بشكل فعال فخلينا ننتقل بالحوار مع ضيفنا الثالث اليوم المبدع والشغوف الحاضر دائما مشرف برامج التقييم بالإدارة أستاذ عادل العنزي نرحب فيكم اليوم أستاذ عادل وخلينا نسألك عن الإجراءات اللي لازم نتخذها عشان نضمن فعالية غرف عزل سالبة الضغط داخل المنشآت الصحية أول شيء السلام عليكم ورحمة الله قبل أن أجاوب على السؤال حاب أن أذكر بعض النقاط ألا وهو أنه إحنا لابد مثلا أنه إحنا نعرف بأنه مثل ما ذكروا الزمنة بأنه هذه غرف العزل سالبة الضغط هي مهمة جدا هي تعتبر مثل ما ذكروا الزمنة أنه هي شيء أساسي من ضمن اللي هي اهتياطات العزل التنفسي إذا ما كانت هي طبعا الأهم لكن في شيء أكثر أهمية دكتورة ألا وهو أنه إحنا مثل ما ذكرتي كيف نضمن اللي هو فعالية غرف العزل سالبة الضغط وأنها برضو تعمل بشكل صحيح وحسب معايير معينة لأنه دكتورة غرفة هذه أو غرفة هذه إذا إحنا ما قدرنا نضمن عملها بشكل صحيح وبشكل مطلوب فما راح يصير فيها بينها وبين أي ممكن غرفة ثانية داخل المستشفى ما في بينها مع أي فرق وهذا ممكن أنه لا قدر الله يساعد على اللي هو انتشار العدوى داخل منشأة صحية لذلك لازم نعرف أنه في عندنا اشتراطات معينة اشتراطات أيضا هذه مطلوبة طبعا هي مبنية أو تعتبر معايير عالمية متفق عليها لابد أنها تكون هي متوفرة داخل غرف العزل نتكلم عن مثلا اللي هو التصميم من هندس الغرفة دخول الهواء خروج الهواء نتكلم أيضا عن اللي هو معدل تغيير الهواء داخل الغرفة في الساعة نتكلم عن مثل ما ذكرت الأستاذ أحلام والضغط السلبي قيمة الضغط السلبي داخل الغرفة في معايير أخرى نتكلم مثلا عن الحرارة وأيضا الرطوبة احنا عشان اللي هو نضمن اللي هو كفاءة الغرفة وعملها بشكل دقيق وعيضا بشكل صحيح حسب ما ذكرنا من اللي هي متطلبات ومعايير لازم دكتور نعرف بأنه يتم هو لمراقبة هذه المعايير عن طريق مثلا اللي هو استخدام التكنولوجيا واللي هي الوسائل الإلكترونية مثل شاشات المراقبة يتم مراقبتها في أوقات معينة مثلا بشكل يومي بشكل أسبوعي من قبل الطاقم اللي هو الطبي داخل المنشاة الصحية طبعا الطاقم الطبي هذا هو أريدي أو تم تدريب على معرفة المعايير هذه والمتطلبات وطريقة قياسها أيضا لابد نذكر بأنه دكتور أنه هو يتم مراقبتها بشكل دوري من قبل اللي هي الصيانة الطبية الصيانة الطبية اللي هي موجودة داخل المستشفى يتم المراقبة على هذه الغرف من قبلهم بشكل مستمر بشكل دوري أيضا برضو أنه لا يقدر الله أن يصار في عندنا أي إشكالية أو في أي عطل داخل هذه الغرف ويوجد عندنا آلية واضحة الآلية هذه واضحة لجميع الممارسين الصحيين آلية هذه من أجل أن يصير فيه إبلاغ رفع طلب عند وجود أي مثلا مثل ما ذكرنا عطل أو طلب إصلاح أو أي خلل داخل هذه الغرف لا يقدر الله طبعا كل العملية هذه اللي احنا ذكرناها هي تتم عشان يعيش عشان أنه نضمن أنه يوجد عندنا بيئة صحية آمنة البيئة الصحية الآمنة هذه موجودة داخل منشآت الصحية ليش؟ لأنها هي اللي راح تقدم الرعاية الطبية للموضوع هذا الدكتورة فيما يخص اللي هو سؤالك فيما يخص اللي هو والإجراءات اللي احنا نتخذها من أجل فعالي يطور فلازل سالبا تضع في الحقيقة يعطيكم العافية أستاذ عادل على هذا الإضاح والشرح الوافي لكن اسمح لي أني أضيف أنه يوجد أدلة وسياسات مهمة صادر من الإدارة العامة لمكافحة عدو المنشآت الصحية بالاشتراك مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة ويمكن هذه السياسات تختص بصيانة غرف العزل واللي ممكن تمعين يطلعوا عليها من خلال زيارة موقع الإدارة الإلكتروني واللي شاركناها قبل اللحظات الآن عبر المساحة لن يأتي التغيير إذا انتظرنا شخصاً آخر أو وقتاً آخر نحن من ننتظر نحن التغيير الذي نسعى إليه مقولة ملهمة ولأننا تعودنا على الرياضة في الإدارة العامة لمكافحة العدوى وبمبادرة أو تغيير خلف أفراد الإدارة ننتقل الآن إلى أهم مشور لحوارنا الليلة يمكن سمعنا في الأيام الماضية الكثير عن ظهور تحديثات جديدة خاصة بمعايير مكافحة العدوى لغرف العزل سالبة الضغط سواء كانت من الإدارة العامة أو أيضاً تحديثات لاحظناها من ملاك معايير وجهات اعتماد مثل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية السباهي وتحديداً في أحد متطلبات السلامة الأساسية ESR IPC15 وودنا نستكشف تفاصيل أكثر منكم أستاذ أحلام إيش التحديث الجديد لو تعطينا لمحان الله يدك العافية دكتورة المقدمة الرائعة وخاصة في المقولة اللي ذكرتها عن الإلهام وتغيير طيب دكتورة احنا يمكن شكراً لك صلتت الضوء على هالتحديثات صراحة يعني يمكن ذكرتها يمكن كانوا الزملاء في المركز السعودي اعتماد المنشآت الصحية مؤخراً يمكن قبل أسبوعين أطلقوا تحديث خاص بمعيار IPC15 اللي هو ESR زي ما ذكرت أو متطلب سلامة أساسي هالمعيار تم تعديل فيه المعيار الفرعي له رقم واحد واثنين إنه لكل غرفة كل قسم طوارع في المستشفى يحتاج غرفة واحدة سالبة الضغط والكل خمسة وعشرين ثلاثين سرير في أكسام مستشفى التنويم يحتاج لها غرفة واحدة ضغط سالبة طبعاً اضافه في المعيار الفرعي رقم اثنين إنه هذا كله طبعاً الاحتياج للزيادة لغرف سالبة الضغط يتم عن طريق عدد المرضى اللي يكون في المنشآت الصحية من أمراض المعدية اللي تكون تنتقل عن طريق الهواء يعني أو عدد تقييم المخاطر الخاص فيهم يعني بوجه اختصار إنه كان IPC 15 وبعلى وجه الخصوص كان بعدد الغرف سالبة الضغط لأنه زمان كنا نسمع إنه لا محددين كل قسم عدد معين لكن حالياً لا ذكروا بس العام بعدين ذكروا إنه لا والله فيه فيه تحديد يكون من قسم كافة عدوى إذا كان فيه احتياج زيادة يمكن إحنا في برنامج الأودت أو الآيكا أو الانفكشن كنترول الأودت في يناير عشرين ثلاثة عشرين تم تحديث هذا المعيار وكان في دومين بي دومين بي هذا يختص الدكتورة بالإنفكشن كنترول كي ميجرز وكان فيه عندنا معيار رقم ثلاثة تحت هذا الدومين يختص بالبريكوشنز الخاصة بالآيزوليشن وكان على وجه الخصوص يقول إنه كل منشأة صحية تحدد العدد المطلوب من الغرف سالبة الضغط بناء على تقييم المخاطر وعلى بناء على المعايير الوطنية المعتمدة يعني بوجه يختصار بالمجمل أو بشكل عام إنه التغيير أو التحديث صار بالعدد المطلوب من الغرف سالبة الضغط يعطيك العافية أستاذ أحلام ويمكن على ضوء هذا التحديث أو هذا التغيير تم صدور قايدنس أو دليل من الإدارة العامة أيضا تم مشاركته قبل لحظات عبر المساحة لكن أستاذ أحلام أعتقد إنه مثل هذا التغيير الجوهري والجريء بالتأكيد كان له أسباب ممكن نعرف إيش أهم أسباب هذه التحديثات طيب شكرون دكتوري على السؤال ذا طيب إحنا كثير ممكن جاتنا استفسارات ليه تم تعديل المعيار طيب إحنا لازم نعرف إنه الأسباب هو الوضع للراهن في المملكة سواء المعايير مكافة عدو إنه حقيقة كان من المجحف وغير العادل إنه يكون معيار ثابت على الجميع بغض النظر عن الطاقة الخدمة يتقدم المستشفى عن عز السرور عن المجتمع اللي يخدمه المشأة الصحية والمستشفى ويغطيه كل هالعوامل الصراحة والعناصر اللي على أساسها بلية التحديثات لكي تطابق مع التحديثات العالمية والمحلية طبعا من أهم كمان التحديثي كانت تواجه المستشفيات إنه كانت كلها هي التكلفة العالية صراحة الإنشاء مثل هالغرف طبعا ونحن نحتاج لها صيانة هذه الغرف فتخيلي كان مثلا مستشفى طرفي في منطقة نائية ثلاثين سرير ومستشفى أساسي أو مرجعي في مدينة رئيسية ويخدم عدد سكان وفي عدد سرر مثلا ألف وخمسمية نفس عدد السرر مطلوب فكان من مشحف حقيقة فعشان كذا كان التحديث لابد من حدوثه شكرا أستاذ أحلام على هذا الإضاحة يحطيك العافية على المعلومات صراحة طيب أستاذ عادل بعد هذه التحديثات اللي وضحتها أستاذ أحلام بما أن حضرتك مشرف برامج التقييم وخصوصا برنامج الآيكل الممكن متعلق بمعايير مكافحة العدوى في المستشفيات ولأنه كما قيل بأن التدريب والتعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكن استخدامه للتغيير حتى تغيير العالم فكيف سيتم التدريب وإيصال هذه التحديثات والتعديلات في المعايير لمقيميكم المعتمدين بحيث نضمن قدر الإمكان أن تقييم المنشآت مستقبلا يكون صحيح وموضوعي وعادل طيب الله يعطيك العافية دكتورة طبعا مثل ما ذكرتي اللي هو إيصال اللي هو التحديثات والتعديل هو يعتبر شيء مهم جدا لنا لابد أنه بإذن الله نضمن اللي هو وصول هذا التحديث وأيضا التعديلات هذه لجميع الممارسين الصحيين بإذن الله داخل اللي هي مناطق المملكة طبعا خلونا نقول لعله المساحة اليوم بإذن الله نعتبرها أول وأحد الطرق اللي هو التوعية وأيضا إيصال التحديث والتعديل وتسليط الضوء عليها مشكورين إحنا أصلا نريد عممنا اللي هو التحديث الحالي هذا من البداية تقريبا عشرين تلاثة وعشرين تقريبا داخليا عندنا في اللي هي إدارة البرامج نقصد فيها اللي هي برامج اللي هو تقييم معايير مكافأة الأدواء اللي هي معروفة لجميع بالآيكا أيضا برضو زملائنا بسباهي مشكورين أيضا هم عمموا مثل ما ذكرت اللي هو السادة أحلام اللي هو التحديث على نفس المعيار طبعا برضو حاب نحن نذكر نوريدي احنا في الطور اللي هو العمل على خطة عندنا من أجل اللي هو إيصال التحديثات والتعديل إلى جميع الممارسين الصحيين بإذن الله من ضمنها اللي هو تم اللي هو إرسال إيميالات للمناطق تم إرسال إيميالات للمحافظات ونقصد فيها اللي هم إدارات مكافحة العدوى اللي هو موجودة بالمديرات طبعا عشان إيش من أجل أنه إحنا نحتاج الآن في المرحلة الأولى هو ترشيح عدد من المنسوبين عندهم من أجل أنهم بإذن الله مستقبلا هم راح يكونوا مدربين معنا هذه أول خطوة طبعا خطوة ثانية برضو بإذن الله احنا راح ندربهم بعدها هم بإذن الله في المناطق اللي هم موجودين فيها أو متواجدين فيها هم راح يمسكونوا زمام التدريب داخل هذه المناطق من أجل أنهم بإذن الله راح يدربون اللي هم الأعضاء وأيضا أي مسؤولين فيما يخص اعتماد اللي هو المنشاة الصحية سواء كانت على مستوى اللي هو مكافحة العدوى أو مستوى الجودة أو غيرهم اللي هو المستوى طبعا لابد نعرف أنه بإذن الله راح يكون عندنا برنامج تدريبي البرنامج هذا بإذن الله راح يتم اللي هو إطلاقه والإعلان عنه قريبا بإذن الله من قبل زملائنا في التواصل الداخلي البرنامج هذا التدريبي بإذن الله هو راح يشمل جميع الممارسين الصحيين في مناطق المملكة طبعا هو بإذن الله راح يكون بشكل مستمر يعني هو مش برنامج واحد فقط ونوقف لا راح يكون سلسلة البرامج التدريبية بإذن الله حتى أنه مثل ما ذكرت في البداية أنه نتأكد بأنه اللي هو التحديد هذا والتحديلات الجديدة وصلت بإذن الله إلى جميع الممارسين الصحيين بإذن الله هذا فيما يخص اللي هو التدريب والوصول المعلومات للزمرا أعطيكم دكتور نادين أضافة الإعلام خلاص أجل أريد أن أتم الإعلان عنه برنامج التدريبي يمكن وصل أولى محاضرات البرنامج التدريبي عبر التواصل الداخلي وإن شاء الله بإذن الله ننتظركم يوم الاربعاء 15 نوفمبر في تمام الساعة 11 صباحا مع أولى المحاضرات التدريبية ويمكن مثل ما ذكر أستاذ عادل أن التدريب والتعليم عنصر أساسي لنجاح تطبيق هذا المعيار بالشكل الأمثل وما شاء الله شكله لديكم الكثير والكثير وشكلها خطة متكاملة مو فقط نشاط تدريبي ويمكن هذا اللي تعودنا عليه في الإدارة العامة طيب اسمحولي نرجع لكم مرة أخرى واستاذ سالم إذا غطينا جانب التعميم والتدريب بشكل متكامل كأحد أهم أساليب إيصال المعلومة ما بدنا نخفل موضوع سوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي ويبدو أنه عندكم آليات جديدة اعتمدتوها لإيصال هذا التحديث إذا ممكن تحدثنا عنه الله يسعدك يا دكتورة هو زي ما قال الأخي عادل أن التدريب هي عملية ومستمرة ومثل ما تكلمت أنه عندنا وسائل أخرى فهو صحيح حاليا نحن في عالم الصرعة عالم التواصل الاجتماعي عشان كذا لدارة العامة ومكافة عدوى المنشآت الصحية عندنا أكثر من وسيلة للتواصل مثل الواتساب مثل اللينكدين والتليجرام وغيرها منها والتي نكون وسيلة غير رسمية نستقبل منها استفساراتكم أيضا هناك نصات للمهتمين بمجامل مكافة العدوى مثل الالي نتشرفين بوجودنا معكم فيها ملتقى مكافة العدوى بتويتر وما يسمى حاليا X واللي إن شاء الله إن تابعتونا عليها بيوصلكم كل المجهودات وكل عمليات التدريب اللي تعمل عليها الآن الإدارة بإذن الله شكرا لك أستاذ سالم وفعلا نأكد أن مصادر المعلومة في مكافة العدوى دائما موجودة فقط اللي نحتاجه منكم المتابعة لكل جديد نرجع لتاني أستاذ أحلام بحقيقة الموضوع جدا شيق والكثير من الأسئلة يمكن تتبادر إلى الأذهان فخليني أسألك إيش الآليات اللي تطبقها المستشفيات واللي من خلالها أقدر أنا أحدد العدد المطلوب لغرف العزل الهوائي داخل المستشفى يعني بشكل أوضح على أي أساس أنا أقدر أقول هذه المستشفى تحتاج أربعة غرف والمستشفى الأخرى تحتاج عشر غرف هل في آلية قياس معتمدة؟ الله يسعى دكتور على السؤال بس أنا خايفة طولين شوية في الحوار ويطلعون سالم وعادر كل الانجوينج البلان بخصوص هذا المشروع أو هذا التحديد طيب دكتور مرة شكرا على السؤال يمكن هذا أكثر شيء مهتمين فيه المقيمين في مجال مقافة العدوى وأقسام مقافة عدوى في مستشفى عشان تطبق أو توصل للمعيار يعني وتحقق هذا المعيار نحن ذكرنا بدليل قبل شيء دكتور ذكرتي أنه الصادر من إدارة العام المقافة عدوى أو المستند أو القايت وضحنا أنه في طرق محددة وأساسة وهمها طبعا تقييم المخاطر نحن عارفين أنه كل قسم لمقافة عدوى في كل مستشفى يسوي تقييم مخاطر سواء عشان هذا التحديد أو من غيره فضروري جدا من خلال هذا تقييم حق المخاطر يبين إذا كان عنده خطورة عالية أو high risk للتعرض للعدوى بسبب نقص مثلا في غرف العزل سربة الضغط من خلال هذا تقييم المخاطر راح يبين إذا كان عنده خطورة عالية معناته يحتاج specific action أو recommendation أو توصيات عشان يحل أو يقلل أو يمنع حدود هذا الخطر بالإضافة نحن يمكن أضفنا معادلة بسيطة بحيث إذا استخدموها تبين لهم كم عدد غرف كعددا يحتاجونها داخل المستشفى المعادلة هذه يمكن دكتور زي ما عارضتين أنت حاليا عندك الله يتك العافية فيها يبين معدل عدد المرضى المشتبه بإصابتهم بأمراض معدل تقل عن طريق الهواء أو المصابين خلال ثلاث سنوات ضرب مدة بقائهم داخل غرف عزل سالبة الضغط قسمة أو سوريا معلش قسمة في ضرب في ثلاثمية وخمسة يوم اللي هو عز أيام في السنة عشان تبين لنا العدد وإذا كان العدد هذا فيه كثور مثلا لو قلنا طلعنا مثلا أربعة فاصلة خمسة وعشرين لازم نقربها تصير خمسة غرف اللي احتاجوا مثلا خمسة غرف نقطة برشا الروم وزي ما ذكر زميلي عادل وزي ما ذكر أخويا سالم كل هذه الأشياء نشرحها بالتفصيل في ورش عمل محددة سواء للمقيمين ومعتمدين وأيضا لجميع ممارسين الصحيين ومن ضمنهم وأهمهم أقسام مكافة عدوى في المستشفيات أعطيك العافية أستاذ أحلام ويمكن جميعنا ننتظر حضور أولى المحاضرات التدريبية اسمح لي أستاذ سالم أن أرجع لك مرة أخرى يمكن كونك في البرامج ومطلع بشكل تفصيلي على المعايير هل في ترابط بين معايير غرف العزل سالبة الضف ويمكن أحد أهم البرامج اللي أطلقت مؤخرا من الإدارة العامة وهو برنامج الحماية التنفسية وكيف رح يؤثر هذا التحديث الجديد على تقييم المنشآت في البرنامجين برنامج الحماية التنفسية دكتورة ندين خليني أتكلم شوي نرجع وراء هو أحد المخرجات اللي استفدنا منها من جائحة كوفيد جائحة كوفيد كانت لها ضرب كبير على مستوى العالم لكن لا يعني إنها ما تطلع بفوائد هذه أحد الفوائد اللي خرجنا منها اللي خلانا نعرف إنه عندنا نقطة مهمة وهي أنه لازم من المستشفيات تأخذ أو تضرب حسابها في التعامل مع الأمراض المعدية واللي بالذات اللي تنتقل عن طريق الهواء فيجب أنهم يخذون اعتبارهم لهذه الأمراض لذا أوجدنا البرنامج والغاية منه يكون القياس قدرة التعامل هذه المنشآت على التعامل مع الأمراض التنفسية ومعرفة ما هي الاحتياطات المطلوبة للتعامل معها مثل هذه الأمراض عشان كذا كان لها أو كان لهذا البرنامج عدة محاور أو عدة معايير أساسية منها الاحتياطات الهندسية والتي من ضمنها هي غرفة عزل سالبة الضغط عشان كذا هذا الترابط بين معيار غرفة العزل سالبة الضغط وبرنامج الحماية التنفسية هو ترابط بينهم هو مكمل وما يتعارضهم مع بعض وإن شاء الله أنه راح يكون هذا التحديث مساعد لتطبيق هذه المعايير بشكل أساسي يعطيك العافية وفعلا أعتقد أن الحرص على عدم التعارض يمكن داعم كبير لتطبيق أي تحديث طيب جزء أن الأول من الحوار كان جدا ممتع ومفيد ويمكن أخذتونا في رحلة عبر تحديث المعايير والتحديثات الخاصة بالمعيار لكن اسمحوا لي في الجزء الثاني أني أنحاز في هذا الحوار في استفساراتي إلى المستشفيات والمنشآت الصحية وخلينا نسأل عن بعض الاستفسارات الواقعية والتحديات التي يمكن تواجهها المستشفيات اسمحي الأستاذ أحلام أبدأ معاك هذه الاستفسارات وأولها في حال وجود منشآة جديدة يمكن إلى الآن ما عندهم البيانات الخاصة لحساب العدد المطلوب من غرف العزل سالبة الضغط مثلا ما عندهم الأحصائيات عشان أنا أقدر أحدد كم عدد المرضى المصابين بالأمراض المنقولة عبر الهواء للعام أو للأعوام الماضية التي استخدمتوها في تقييم المخاطر كيف سأقدر أحدد كمنشآة العدد المطلوب وبناء على أي أداة أو طريقة قياس الله يتكلم عافية دكتورة مرة شكرا على السؤال الجوهري بس فيه حينقب شوية شفت في الشات أحد كتب ممكن تعيد المعادلة يمكن عشان خربطت فيها خربطت الناس شوي زيادة طبعا المعادلة عشان نعيدها معلش عذرا دكتورة هي كانت معدل عدد المرضى المشتبه بإصاباتهم أو المصابين بالأمراض المعددة تتقل عن طريق الهواء ضرب معدل مدة بقائهم داخل غرف سالة الضغط قسمة 365 يوم يطلع لنا رقم الرقم هذا نقربه طبعا الأقرب شيء سواء كان حتى لو كان أقل من 5 يعني مثلا طلعنا 4.2 يعني أقل من 4.5 نقربه كمان نخليه خمسة معناته أن العدد المحتاجه حاليا من غرف العزم ثابتة الضغط هي خمسة طيب أنت ذكرت في سؤالك بتورة أن المستشفيات اللي حديثة الإنشاء وجديدة ما لها يعني إحنا ذكرنا إحنا خلال ثات سنوات لازم نطلع المعدد من المرضى إذا كانت حديث الإنشاء وما لها ما عندها حصائيات لهالمرضى طبعا يمكن المعايير حقا المركز السعودي لإعتماد المشآت الصحية ذكر أنه فيه minimum requirement أو حدد أنه مثلا في الطوارئ غرفة واحد سالبة للضغط لكل 25-30 سرير كمان في التنويم غرفة واحد سالبة للضغط فإذا حقق لي هذا المعايير اعتبر فني مت وبعدها لما تمر السنة يكون عندهم تجميع حصائيات وكذا يقدر يبني المعادلة ويحد على أساسها نسبة خطورة للتعرض لمثل هذه الأمراض يأتيك العافية وبالفعل يمكن تعلمنا أنه لكل منشأة سيناري وعوامل مؤثرة خاصة لازم نأخذها بعين الاعتبار طيب اسمحولي نرجع لكم مرة ثانية أستاذ عادل يمكن تعقيبا على سؤال أستاذ أحلام إذا في منشأة صحية ما واجهت قبل كده أي تحدي في غرف العزل سالبة للضغط ولا أعدادها وحسب ما ترى المنشأة أنه العدد المتوفر حاليا ما يحتاج لا تقييم مخاطر ولا معادلة هل راح تنقصوها في الآية الله يعطيك العافية دكتور طبعا هذا السؤال مهم جدا جدا ومهم من زملائنا في منشأة صحية خصوصا جزء الأخير اللي هو هل تنقص في التقييم ولا لا طيب في البداية دكتور احنا لازم نعرف بأنه تقييم المخاطر هذا هو أصلا يتم عمله بشكل سنوي يتم من قبل اللي هو قسم مكافحة العدوى وبغض النظر عن المعيار هذا هو يتم عمله بشكل سنوي لجميع المخاطر اللي هي أريد أن يتعلق بمكافحة العدوى داخل المستشفى فيما يخص المستشفيات مثل ما ذكرت لي ما عندها عدس مثلا أوكي أو أنه احتياجها الغرف السالب ما يوجد لديها أي احتياج اللي هي الغرف سالبة الضغط ما تحتاج زيادة وما عندها خطورة طبعا في البداية لازم نعرف بأنه الكلام هذا لابد أن يصير مبني على تقييم المخاطر مو بشي افتراضي لازم يسلحون اللي هو تقييم المخاطر ولازم اللي هو مثل ما ذكرنا تقييم المخاطر هذا يكون منعكس أو يعكس وضع المستشفى بأنه مثل ما ذكرنا أنه ما عندها عدس أو احتياج اللي هو لغرف عازل سالب الضغط زيادة هنا أريد هي معناته أريد هي ما يحتاج لها مثلا تسوي اللي هي المعادلة ولابد أنه المنشعة والمستشفى هذا يذكر في الخطة السنوية أنه ما في أي خطورة وما تحتاج لغرف عازل أو غرف عازل سالب الضغط زيادة مثل ما ذكرنا بناء على تقييم المخاطر هنا لكن في شيء مرة مهم جدا اللي هو المقيم اللي هيقيم المنشعة هذه لا بد أو لازم نعرف أنه المقيم لازم يكون فاهم ولازم يصير عارف طريقة التقييم عارف طريقة اللي هي تقييم المخاطر ولازم أيضا أنه هو يتأكد ويعرف أنه تقييم المخاطر داخل المنشعة هذه يعكس الواقع على حقيقة المستشفى ويوضح فعلا أنه ما تحتاج مثل ما ذكرنا غرف زيادة كذا بإذن الله اللي هو العمل أيضا والتقييم يكون بشكل صحيح وبإذن الله أنه هذا ما راح يأثر على نتيجة التقييم لهذه المنشعة أعتقد أنه إذا كان أجبت على السؤال بشكل صحيح دكتور نادين أبغضيف ترى على فكرة عادل في راجع تقييم كلها إلا مالع دكتور نادين نحن نراجع طبعا دعما لزملائنا في المنشآت الصحية بس برضو ثقيت قتاما وبإذن الله نراجع جميع التقري مرة أخرى مدهما قالت سيدة علامة يغطيكم العافية أكيد متأكدين ويمكن هذه المعلومات إحنا أكثر الناس اللي نتلمسها في الإدارة لكن جيد وإحنا نشاركها خلال هذه المساحة مع الجميع أهم شي إنكم ما رح تنقصوا للمنشآت طيب اسمحيلي أرجع لك مرة ثانية أستاذ أحلام إذا نطاق الخدمة للمستشفى ما يتضمن أقسام تنويم يعني أنا منشآة ما عندي أقسام تنويم هل وجود غرف عزل سواء هوائي أو غيرها متطلب يتم تقييم المنشآة عليه خاصة إنه إحنا نعرف إنه استحدات وإنشاء غرف عزل يمكن تكلف المنشآة الكثير صحيح دكتورة يمكن إحنا لازم يهمنا إنه المنشآة تعرف دائما نطاقة وتحديات ويمكن ذكرت في بداية جملة مرة عجبتني إنه كل منشآة لها السيناريو لها لها بيئتها خصوصية اللي تختلف أو يونيك تختلف عن أو كاركتوريستيك تختلف عن غيرها المنشآة الصحية على أساس رح تبني خطتها طبعا إحنا في عندنا مستشفيات نطاقة الخدمة حقها يكون مثلا خلينا نقول على سبيل المثال مثلا المستشفيات اللي تكون فيها جراحة اليوم الواحد اللي ما فيها تنويم تمام فهذه الحالة إحنا ذكرنا بالدليل أساسا اللي قبل شوي يمكن عرقتي أنه في بعض المنشآت الصحية نطاقة الخدمة حقها ما فيه تنويم وما يخدم مثلا المعايير المحددة اللي نحتاجها فهذه الحالة لازم يكون فيه عندها اتفاقية بينه وبين منشآة أخرى بحيث أنها تنقل أي مرضى يكون عندهم جيينهم عندهم اشتباه أو إصابة بالأمراضة المعدة تنتقل على طريق الهواء لأنه في الأخير يمكن سكوب حقنا كإنفكشن كترول أو مجال مكافة عدو يمكن أن نركز على توفر غرف عزل ثابت الضغط لا نحن يهمنا كمان تشخيص المريض هذا علاجه تقديم الرعاية له الآمنة فكل هذه المحاور جدا ضروري نحطها في عين اعتبار أنه مو بس توفر غرفة أو مو توفر طبعا أنا شرفادي إذا وفرت غرفة وما عندي الفريق الطبي اللي يقدم الرعاية فمهم جدا هذه كل المحاور على حسب سكوب أو نطاق الخدمة أو التحديات التي تواجهها المستشفى أو نطاق الخدمة تقدمه تحدد على أساسها في اتفاقية معينة لأنه صعب نقول كل شيء لازم توفر غرف لا حطينا في اتفاقية يعملها مع مشة أخرى بحيث أنه ينقل مثل هذه الحالات بشكل آمن وسليم شكرا عافية أستاذ أحمل على هذا الإضاحة يمكن والوافي واللي يستفيد منه الكثير خاصة مثل ما ذكرتي في المستشفيات اللي نطاق خدمتها قد يكون محدود طيل طيل أنه كل دقيقة تقضيها في التخطيط فأنت توفر عشر دقائق في التنفيذ وسألنا لكم أستاذ عادل تقييم المخاطر وتحديد أعداد الغرف سالبة الضغط أنا صراحة أعتبره قرار مصيري للمنشأة ويمكن يترتب عليه ميزانية كبيرة ويمكن تتعلق فيه بعض الخدمات اللي تقدمها المنشأات من رأيكم هذا التقييم والتخطيط للعدل المطلوب هو مسؤولية مين هل فقط إدارة وقسم مكافحة العدوة في المنشأة هي اللي تتولى هذا الجانب أو يوجد جهات أخرى طيب دكتورة مثل ما ذكرتي أنه هو يعتبر قرار مصيري مثل ما ذكرتي قرار مهم جدا يترتب عليها أمور كثيرة مثل ما ذكرتي ترتب عليها اليوم أمور مالية ترتب عليها ممكن أمور إدارية ترتب عليها أيضا ممكن شوي أثر في نطاق الخدمة يبغى لترتيب وهو مش موضوع بسيط مثل ما ذكرتي قرار مصيري وقرار مهم طبعا نابد نعرف أنه تقييم المخاطر مثل ما ذكرنا هو يتم عاملة من قبل يقسم مكافحة العدواء طبعا هو عبارة عن فريق الفريق اللي هو راح يقيم أو يعمل تقييم المخاطر هو عبارة عن فريق الفريق هذا يتكون هو من أعضاء الأعضاء ذو خبرة ومعرفة بطريقة اللي هو تقييم المخاطر بطريقة اللي هو وضع اللي هو الكريتيريا أو اللي هو التصنيف المخاطر ووضع اللي هو ترتيب المخاطر العولويات وين عشان كده لازم نعرف أنه هو يتم اللي هو تقييم المخاطر مثل ما ذكرنا من غروب أو اللي هو من فريق لابد أيضا أنه هذا التقييم أنه يناقش أيضا يعتمد من قبل لجنة مكافحة العدواء جدا ألوه هو أنه يناقش ويعتمد من قبل اللي هو الإدارة التنقيدية داخل المستشفى أو داخل منشاء الصحيح لأنه إحنا مثل ما ذكرنا هو قرار مهم قرار نحتاج فيه إلى صناع قرار من جميع اللي هو أعضاء المجنة حاب دكتورة برضو أأكد على الكلام السابق ذكروا زمانها بأنه اللي هو مو ضروري إحنا أنه المستشفى عندنا لازم اللي هم يستخدمون المعادلة اللي احنا ذكرناها بالدليل طالما أن المستشفى مثلا عنده آلية سابقة هذه الآلية تعكس الاحتياج داخل المنشأة الصحية أو داخل المستشفى بطريقة صحيحة وواضحة ممكن أنهم يستخدمونها داخل المنشأة الصحية هذا فيما يخص لهو مثل ما ذكرتي اللي هو تقييم المخاطر تحديد غرف العزل مثل ما ذكرنا ويعتبر قرار مهم يعطيك العافية وحقيقة دائما ما نشدد على تكامل وتكافل الجهود من كافة الأطراف المعنية لضمان الوصول يمكن للنتيجة المرغوبة من كل الأطراف طيب مؤخرا أو آخر سؤال قبل ما ننتقل إلى الجزء التالي يمكن عندي عتب بسيط أستاذ أحلام يمكن كلنا من أهل الدار اليوم وأن اليوم مثل ما ذكرت في الجزء هذا أتكلم باللسان زملائنا في مكافحة العدوى في المستشفيات أحيانا المستشفيات والمناطق تحرج من بعض الجهات الأخرى يمكن اللي عندها مهام رقابية وعندها تقاطعات مع مكافحة العدوى في تباين المعايير في التقييم فإيش خطتكم لتلافي هذا التحدي بحيث يتم تقييم المنشأة من أي جهة تقييمية فيما يختص بمكافحة العدوى بنفس المعيار دكتور أنت ليه تعاطبين وليه جايبها الكفة نحن كلنا شيء كفة واحدة سواء زملائنا في المناطق المحرصة وإحنا إدارة عامة نحن كلنا صانعي التغيير وتطبيق معايير مكافحة العدوى إن شاء الله في لنا فاتشي صفهم دكتورة وما في صفهم وصفنا كلنا واحد الله يتك العافية شوفي دكتورة نحن كلنا في الأخير نخدم وطن واحد ومريضنا في الأخير واحد ورؤيتنا في مجال مكافحة عدوى واحدة حتى اللغة فدائما إذا جاءتنا أي ملاحظة من أي منشأة صحيح نحن دائما صراحة نسعى لحلها بس بالهم شي أن نتأكد من تحققنا أن صحتها دائما أن تكون صحيحة هذه المعلومة وإحنا أصلا قبل أي شيء إحنا أي تحديث نسوي في الإدارة عامة صف أدلة أو معايير أو سياسات على طول نشاركها تحديات في التقييم سواء حتى إحنا عندنا في البرامج التقييم خاصة بمكافحة عدو مو بس الجهات الرقابية الأخرى إحنا سواء عندنا تحديات في التقييم أو التنفيذ إن شاء الله في مستقبل إحنا في عمليات مستمرة في التحسين يعني ما هو ثابت الشيء يعني إحنا قلنين نتعلم وبالعكس كل يوم في أبديت أشياء جديدة ودائما هو اللي خلين نصنع التغيير هذا هو البراكتس أو الفيلد نفسه فيعني لا يعتبون علينا ولا يزعمون مننا بالعكس إحنا دائما أي تحديث على طول نحاول قد ما نقدر نشارك مع إدارات علاقة عشان تكون لغة معايير مكافحة عدو وحدة بإذن الله يعطيك العافية أستاذ أحلام وأكيد إحنا كلنا في جهة واحدة وبصوصة واحد في الحقيقة جدا مستمتعين وسعيدين بهذا الحوار وبهذا الحضور المتواجد معانا اليوم وبكل ضيوفنا لكننا في الحقيقة نسابق الوقت وبودنا نقضي وقت أطول بس ضروري نسمع من حضورنا الكريم يمكننا لو لو وجودهم ودعمهم الدائم ما طلعنا بمثل هذا النوع من المساحات فالآن رح نفتح باب الحوار واستقبال الاستفسارات واللي رح يثرينا رد وآراء ضيوفنا عليها بإذن الله بس كرمن طلب الريكوست طيب يشرفنا في هذه المساحة دكتور محمد مليباري ويمكن هو أحد ممثلية مكافحة العدوى في تجمع مكة فضل دكتور محمد لكم المايك السلام عليكم أهلا عليكم السلام واضح الصوت دكتور فضل أتعلم الصوت أتعلم أتعلم معكم الدكتور محمد ميسر مدير مكافحة العدوى في تجمع مكة المكرمة صحيح يعطيكم العافية على هذه الأمسية جدا مهم شرح المتجدات وأعتقد أنه مكافحة العدوى ومعاييرها يعني تخضى للتحديث وهذا شيء صحي وطبيعي جدا وأعتقد جدا مهم أن يكون فيه قرار حتى من المنشآت الصحية في تحديد بعض المعايير من ضمنها اللي أعتمد الآن من ناقب الإدارة العامة لديكم بخصوص احتياج وغرف العزل باحة طيل في المقدمة عندي سؤالين بخصوص تحديد المعايير الآن المنشآ حددت عدد الغرف اللي تحتاج بنا على تقييم المخاطر حتى ما فهمت الآن في جزئيتين حسب الدليل الأخير في تقييم مخاطر والمنشآ حرة بعمله بطريقة اعتماده أو إنجازه غير مجزمة بالدليل حتى ما هو مذكور في نفس الدليل الجزئية الثانية معادلة تحديد غرف العزل واضحة جدا فبناء علي الآن المنشآ وضعت الاحتياج هل سيتم اعتماده بشكل نهاي أو يحتاج تقييم ايكا او غير ايكا يحتاج مثلا تجمعات او مديريات او من الوزارة للاعتماد النهائي لهذه الارقام او خلاص بتروك للمنشآ في تحديدها السؤال الثاني الآن فرضا عملت تقييم المخاطر وعملت تحديد الغرف وتم اعتمادها الخطوة اللي بعدها طيب في الموضوع التنفيذ تنفيذ هذا الغرف اذكر قبل كم سنة كان فيه لجنة مركزية شكلت عن طريقكم عملت مسح ميداني او مسح اللي هو عمل جرد مساحي او حاجزي كده لغرف العزل بالنجلة مركزية مهندسين حضروا ووضعوا القياسات وتحديد اذا كان المكان هذا اليجابل انه تتحول بعد كده لغرفة عزل او لا فتحددت على هذه الزيارات المركزية نصاب كل منطقة وكل مستشفى في كل منطقة انا اتكلم عن منطقة مكة كل منطقة تحدد النصاب الوزاري لغرف العزل والاحتياج هل العداد هذيك خلاص يعني بناء على الدليل الاخير هل تم الغاء هذهك الارقام طيب واذا تم الغاءها او انها ما زالت انقوم تحت التنفيذ النقطة الثانية الان تحدد الاحتياج الجديد وهذا ابديت من المستشفى تحدد الاحتياج الجديد النصاب التنفيذ كيف راح يكون هل بشكل مركزي عن طريقهم عشان موضوع التنفيذ يعني ممكن يصير فيه اجتهادات والشركات ممكن تدخل وتعمل الشركات المنفذة في التصميم والديزان يعني معايير جدا كبيرة والمراجع موجودة لكن عشان نتفاد الاخطاء بعد التنفيذ يتم دخل اموال هذه وانشاء الغرف وبعد كده يكون فيها قصور وفيها اخطاء وفيها اشياء يعني اخطاء هندسية ولا صيانة ولا حتى كانفرستركشر أو ديزاين فان شاء الله كنت وضحت السؤال وعطيكم الفعال فيها شكرا جزيلا شكرا لك دكتور محمد اعتقد ان سؤالك كان يحتوي على شقين يمكن الشقة الاول يمكن وجه الاستفسارات لك الأستاذ أحلام الشقة الاول كان اذا استخدمت المنشأة الدليل وعملت تقييبا المخاطر وحسبت احتياجها لغرف العزل هل يوجد آلية للتحقق أو بالعدد اللي حددته كل منشأة لنفسها سواء مركزيا أو عبر المديريات أو أيضا للتجمعات ممكن نجاوب الشقة الاول ثم ننتقل للسؤال الثاني تفضل استاذ أحلام الله تكلاف دكتورة وشكرا دكتور محمد على استفسارك طيب دكتور بالنسبة انت ذكرت في السؤال الأول انه احنا ذكرنا في دليل صح نصا انه اذا كانت المنشأة عندها اداة انها تقيم كم عدد الاحتياج من غرف العزل سابطة ضغط باستخدام وغير المعادلة اللي احنا حطينها وغير risk assessment احنا واثقين ثقة تامة بكفاءة صراحة وقوة اقسام كافة عدو في المستشفيات وصلنا مرحلة صاروا ما يقبلون بالشيء كده يصير يعني اجباري لهم لا صار عندهم معي وادراك وطلعين جدا على كل تحكاتيات العالمية والمحلية صراحة بحيث ان هم صاروا يعرفون كيف يستخدمون اي اداة وكيف هم يعرفون ايش الرزق العالي عنده في المنشأة وكيف يحلون هذا التحدي فطالما اذا عندهم اداة يستخدمونها داخل المنشأة وامورهم تمام ما في اشكالية طيب اذا اكتشفوا فجأة انه لا والله حتى طريقة لهم يستخدمينها خطأ او الطريقة حقاتنا خطأ عادي risk assessment ترى مثابت اصلا risk assessment مذكور فيه انه يتم تغيره عند وجود اي تحدي او تغيرات مثلا جانا بانديميك يتم تغير risk assessment يعني اي وقت يحسون فيه انه risk assessment الaction plan او الخطة المبنية عليه الانوال plan حتى الانفكشن كترون المبنية على risk assessment كانت ما هي مغطية الخطورة العالية او ما هي متلافية التحديات لا بالعكس يعيدون اعادة تقييم مرة اخرى بحيث يشوفون ال current situation عندهم في الموشقة كيف يحبون هذا بالنسبة الشقة الاول من سؤالك بالنسبة الشقة الثاني من سؤالك صراحة يعني احنا ما نقول توقف بس هي طالما ان هي موجودة المشاريع وماشية اكيد رح يعطونهم نصيبهم يعني هي هذه ما هي مسؤولية ادارة عامة مكافة عد ولا هي مسؤولية جهات عدة وادرات مختصة كثيرة اذا كان مشروع مستمر بالمعاملات الرسمية وادرية اكيد رح يوصلكم منه والمعادلة الحالية اذا كان طلبوا مثلا المستشفى طلع انه يحتاجون اربعة غرف هل يطلبوا مني دارة مركزية اكشن بلانس سنترل لا ما رح يكون مركزية رح تكون زي زي اي مشروع انشائي وتحسيني داخل المشاريع الصحية ما رح يكون في مركزية احنا وصلنا للمرحلة عندنا اجعو قولك عندنا مرحلة قوية جدا بقوة نثق ثقة تامة بقوة اقسام كافة عدد المستشفيات بحيث انها صارت بالعكس حتى الادلة رشادينة من طلع معايير معينة بحيان دقولك هذا المعيار نتقب لك أبوة عندي يعني حقيقة يعني ما شاء الله تبارك الله بالعكس وصلنا بالقوة فيهم بحيث انهم يقولك لا والله هذا المعيار يحتاج له فان شاء الله اكون اجبتك على سؤالك بشكل وافي يعطيك العافية أستاذ أحلام على الإجابة ومشاء الله تبارك الله يسبكتيني في الإجابة عن الشقة الثانية ودائما ما نؤكد انه وجود غرف العزل مثل حتى في مناطق يمكن قد نتوقع فيها حدوث أحداث بعدد يمكن يفيض عن تقييم المخاطر الحالي انا دائما اراها انها دعم لمكافحة العدوة في المنشآت الصحية وللمنطقة خاصة مثل منطقة مكة طيب ما زلنا منتظرين استفساراتكم وتساؤلاتكم على التحديثات الجديدة في مساحتنا لليوم طيب إذا ما في أي استفسارات أو أي مداخلات أعتقد أنه طيب ممكن في الشات عندنا بعض الأسئلة والاستفسارات في استفسار من أستاذة أحلام عند مراجعة البيانات عند الأمراض المبلغة عنها من قبل الصحة العامة بالنسبة للأمراض المنفولة هوائيا في مستشفيتنا خمس سرير اتضح أنها منذ خمس سنوات لا يوجد ولا حالة وأننا نقوم بنقل الحالات لمستشفيات أخرى وطبعا كمستشفيات وزارة الصحة التحويل فيما بينهم يتنم عن طريق برنامج إحالة أعتقد أنه سألنا سابقا عن إذا كان في منشأة لم تتعرض لخطر النقص أو التحدي في أعداد غرف العزل فكيف الآلية المتبعة أعتقد أنه تم تغطيتها في السؤال السابق صحيح دكتور وكمان ذكرت هي أستاذ أحلام في كومنت حقها الاتفاقية سباهي طالبة اتفاقية حتى القاعد اللي احنا نسوينا الدوكيمنت ذكرين كيف التفاقية تكون إيش محاورها كيف تكون من المستشفى اللي عنده الحالة ومستشفى اللي بينقله الحالة فكلها مذكورة في الدليل وإن شاء الله جهزوا أسئلتكم بعد طلع الدليل بإذن الله لنا نلقاء يوم الأربعاء 15 نوفمبر ساحة داعش على ويبكس حسب إعلان التواصل الداخلي أتك العافية لكن أيضا يوجد عندنا مداخلة من أستاذ فيصل تقدر السلام عليكم مساء الخير أول شي أعرف بنفسي أنا طالب امتياز الآن في روتيشل مكافحة العدوى وصراحة عجبت بعمل مكافحة العدوى وأصبحت مغرم بمكافحة العدوى ولكن عندي سفسار بالتحديثات الجديدة مثلا أنا كمنشاة صحية عملت تقييم الجديد المخاطر والمنشاة طلبت مثلا احتياج أربعة سر زيادة طيب أنا مع الأيام ممكن حق الزيادة أضطريت أحتاج إلى سر جديدة مثلا حصل عندي أبدامي كيف السياسة أنا أتعامل معها شكرا لك أستاذ فيصل وحياة الله معانا في ملتقى مكافحة العدوى وصراحة يسعدنا أنك أعجبت بأعمال مكافحة العدوى طيب أستاذ أحلام يمكن كان استفسار أستاذ فيصل إذا تم تحديد احتياج المنشأة لغرف العزل لكن تغيرت بعد ذلك حسب الوضع الوبائي فكيف طريقة التعامل أولا أستاذ فيصل أشكرك أنك دخلت أصلا يكفي شغفك في مجال مكافحة عدوى وحقيقة لما يجي واحد روتيشن حاليا في مكافحة عدوى ولسه هو طالب امتياز ويسأل عن هذا شيء أدبانس الله عدك العافية وشكرا لك حضورك المساحة وبإذن الله تتفيد من كل شيء موجود بإذن الله في مساحتنا وسواء كان في كل قنوات التواصل خاصة بإدارة العامة طيب إحنا ذكرنا يمكن في محاورنا في المساحة أنه أي وقت ممكن يصير تغيير سواء كان في منشأة الصحية نفسها في نطاق الخدمة يعني تخيل في المستشفى ممكن تكون تسوي في السرر تكون سررها كان 30 صارت 100 أو ممكن المستشفى تغيير نطاق الخدمة كانت المستشفى ولد أطفال تغيير المستشفى عام أو ممكن المستشفى يصير سمح الله على المستوى الوطني في جائحة صارت كل هالأمور والعوامل ما تخلينا نستك أو نثابتين على رسك أساس منت واحد لا نحدث طالما في تغييرات إحنا نحطين بين قوسين طول ما في تغييرات شكرا لك أستاذ أحلام على الإجابة طيب أعتقد أنه ما عندنا استفسارات أخرى أو طلبات للمشاركة صراحة سعدنا جدا بهذا الوقت وهذه الآراء خاصة باستضافة الزملاء منسوبي الإدارة في الخاتمة لأمسيتنا الجميلة والمثرية ولنأمل أنه يكون حوارنا المسموع أخذنا إلى فهم أعمق حول أهمية غرف العزل ثالبة الضغط في المستشفيات وكيف تلعب دور حاسم في الحفاظ على سلامة المرضى والممارسين الصحيين وتحد من انتشار العدوى بإذن الله سمعنا المقولة أو العبارة المأثورة أنه لا يمكن تحقيق النجاح إلا إذا أحببت ما تقوم به وأعتقد أنه إحنا اليوم نرى إنعكاس صغرة من هذا الشغف بتواجدكم جميعا ومشاركاتكم وحرصكم على التحديثات في مكافحة العدوى شكرا لكل ضيوفنا ومحاورينا شكرا لمستمعينا وشكرا لكل من يسعى لنشر ثقافة مكافحة العدوى أخيرا لا تنسوا متابعتنا لمزيد من التحديثات اللي تخص مجال مكافحة العدوى ولا تترددوا بالتواصل معنا من خلال قنوات التواصل في أي وقت وطبعا رح نشارككم موقع الإدارة الإلكتروني جدي ipc.sa كانت معكم محدثتكم دكتورة نادين برهان في أمان اللاجمين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة